كما التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بوفد القيادات التنفيذية لشركة تيوتا سوشو اليابانية على هامش مشاركته في فعليات القمة الثامنة لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد ثمانية وخلال اللقاء أشار مدبولي إلى توقيع الشركة خلال الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال مشروعات انتاج الهيدروجين الأقدر والأزرق وانتاج الأمونيا الخضراء والزرقاء من جنبه أعرباء وفد القيادات التنفيذية لتيوتا عن سعادته بمستوى التعاون القائم مع مصر مشيرين إلى المشروع الجاري تنفيذه لإنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا واط بمنطقة خالج السويس